طبيب ماهر في مهنته وعلى خلق ودين كان في نوبته في قسم الطوارئ وأدخل عليهم شاب في مقتبل العمر وهو في حالة يرثى لها أحضره أحد الشباب وقد أصيب في حادث السيارة ولكن الحالة كانت خطيرة جدا وبعد الكشف عليه ووضعه في العناية المركزة شاء الله أن يتوفى فقام الأطباء بالبحث في أوراقه ووجدوا رخصة القيادة التي حصلوا منها على رقم هاتف منزله وقام الطبيب بالاتصال على أهله على الفور ولما رد عليه أحد الرجال تبين له أنه والد الشاب فلم يقل له أن ابنك مات بل قال له أنت والد فلان إنه في مستشفى كذا وهو الآن في العناية المركزة ونسألك الحضور بسرعة أسرع الأب وكان شيخا تقيا ولما وصل إلى المستشفى كان في حالة من الحزن الشديد ويبكي بكاء يقطع قلوب الأطباء فلم يخبره بالوفاة خوفا عليه من الصدمة وأن يحدث له مكروه ولما اقترب منه الطبيب ليصبره قال له يا ولدي أنا لا أبكي لأن حالة ابني خطيرة وربما يتوفاه الله وإنما أبكي للحب الكبير بيني وبين خالقي لقد شرح الله صدري وأنا في الطريق إليك وأنا واثق كل الثقة بأن ولدي لن يموت وأقسم لك على هذا لقد رزقني الله هذا الإذن بعد صبر طويل جميل وبعد أن رزقني بسبع بنات قمت بتحفيظهن جميعا القرآن كاملة وكنت مع كل بنت أحمده وأشكره وأعيش لحظات سعادة لا وصف لجمالها وأيضا في كل مرة كنت أطلب منه أن يرزقني بالولد وعندما استجاب لي كان بيني وبينه علاقة لا أستطيع أن أصفها لك ومن حسن ظني به كنت على ثقة أن ولدي لن يموت في حياتي وهذا ما أشعر به الآن ثم عاود الأب البكاء بصوت منخفض وأخذ يردد الحمد لله فتألم الطبيب جدا لحالته ونظر لثقة الأب بربه وبأن ولده لن يموت في حياته دخل الطبيب ليتأكد من الوفاء ولم يقم الشيخ من مكانه ليدخل مع الطبيب ليطمئن على ابنه وعندما عاد الطبيب قال له الأب لا تقلق أيها الطبيب ولدي بخير وسيعود معنا لبيتنا بكى الطبيب وارتمى في أحضان الأب وفجأة دخل عليهم شاب في الخامسة والعشرين من عمره وأسرع إلى الشيخ وأخذ يقبل يده ويعانقه وأخذ الشيخ يعانقه ورجله ترتأش والأطباء ينظرون إليهما متعجبين فقال لهم الشيخ وهو في حالة من الذهول والفرح هذا ابني هذا ابني تعجب الطبيب بعدما تأكد أن هذا الشاب هو بالفعل ابن الشيخ فسأل الطبيب الابن إذن من هذا الشاب الذي توفى؟ قال الابن إن الذي مات كان أحد أصدقائي وقد طلب مني رخصة القيادة الخاصة بيه لأن رخصته فقدت وهو مضطر إلى الذهاب لمكان ولا وقت لعمل الرخصة الجديدة وفي لحظة واحدة قال جميع الأطباء والحاضرون سبحان الله وتأكدوا من حسن ظن الشيخ بربه وثقته فيه وبالفعل عاد الشيخ لبيته ومعه ولده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون تعرف شاب على فتاة غير ملتزمة عن طريق الإنترنت واعترف لها بحبه ورغبته في الزواج منها فأعطته رقم هاتفها ودار بينهما أكثر من حوار عبر الهاتف وفي أحد الأيام كانت هذه الفتاة تتسوق في أحد الأسواق بملابس ضيقة وبدون حجاب وبكامل زينتها ورائحة الطيب تفوح منها تملأ المكان فجاءتها سيدة محجبة على خلق وتغار على دينها وقالت لها اتق الله يا أختي لا تفتني نفسك وتفتني الآخرين وتحجب بحجاب الإسلام أخذت الفتاة العزة بالإثم وقالت لسيدة ساخرة إن كنت تريدين أن ألبس الحجاب الشرعي عليك أن تقبلي يدي الآن فابتسمت السيدة وقالت لها أقبل يدك وأقبل رأسك أيضا وبالفعل قبلت يدها ورأسها ثم انصرفت وهي تدعو لها بالهداية فتعجبت الفتاة من تصرف السيدة التي لم تكن تتوقعه وبعدها أخذت تفكر قليلا ثم بكت وقررت أن تتوب إلى الله ولا تفعل إلا ما يرضيه وعندما اتصل بها الشاب بعد توبتها والتزامها أخبرته بتوبتها وطلبت منه إما أن يأتي لأهلها ويتزوجها أو ينساها ويوفقه الله مع غيرها ولكن الشاب رفض طلبها وهددها بفضح علاقتها معه فقالت له افعل ما شئت ولكني أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قذف المحصنة يهدي معمل مئة سنة لم يهتم الشاب بكلامها وعندما وجدها لا ترد على هاتفه نفذ تهديده وذهب إلى الحي الذي تسكن فيه وكتب داخل المسجد اسمها كاملا ورقم هاتفها وأصبحت الفتاة حديث الناس فلم تقل الفتاة إلا حسبي الله ونعم الوكيل وبعد أيام قليلة ذهب هذا الشاب إلى المستشفى رابطا يده وحكى للطبيب قصة الفتاة وأخبره أنه لا يستطيع النوم منذ شهر وكلما غفلت عيناه جاءه شبحها في المنام وهي تصرخ به وتقول حسبي الله ونعم الوكيل أما عن ذراعه فأخبره بأنه يؤلمه كثيرا طوال الوقت لأن هذه اليد هي التي كتبت داخل المسجد اسم الفتاة فنصحه الطبيب بالذهاب إلى الفتاة ليعتذر لها ويطلب منها أن تسامحه ثم يذهب إلى مكة لمدة عشرة أيام يتوضأ كل يوم بماء زمزم ويمسح على ذراعه بالماء فذهب الشاب إلى مكة وتوضأ ومسح على ذراعه بماء زمزم وعاد دون أن يشفى وعندما ذهب للطبيب وأخبره بأنه لم يشفى سأله الطبيب هل ذهبت إلى الفتاة وطلبت منها أن تسامحك؟ فقال الشاب لا لقد ذهبت إلى مكة أولا فأوصاه الطبيب بضرورة الذهاب للفتاة وطلب العفو منها فذهب إليها وترجاها حتى سامحته ثم ذهب إلى مكة مرة أخرى بعد أن تاب إلى الله وطلب مغفرته وهناك توضأ ومسح يده بماء زمزم فزال الألم من ذراعه وعندما عاد تقدم لهذه الفتاة وقبيلته زوجا بعد أن تأكدت من توبته وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير منار بنت تبلغ من العمر ستة عشر عاما دخلت الفيسبوك بسبب أصدقائها عندما أخبروها أنه رائع وجميل وبعد أن أنشأت صفحة لها وضعت صورة رومانسية عبارة عن ورود حمراء جميلة وقررت أنها لن تضيف غير أصدقائها وأقاربها فقط وفعلا هذا ما حدث وأصبحت كل يوم تضع أغاني وفيديوهات رومانسية وصور رومانسية لأنها وكما تقول بنت رومانسية جدا وبعد فترة وجدت صديقة لها وضعت تاجا لها على صورتها وصورة رحلة كان سويا فيها ولاق هذا تعليقات وإعجابا من الكثيرين فقالت منار ولماذا لا أفعل مثل صديقتي فبدأت في رفع الكثير من صورها وبدأت في قبول صداقات كل الناس ووجدت الشباب يعلقون على صورها بعبارات مثل ما هذا الجمال ما شاء الله أيتها القمر وكلمات مديح وثناء على جمالها وبالطبع لأنها رومانسية فقد أعجبها هذا المديح وكلما زاد مدح الشباب لها أضافت منار الكثير من صورها وبعد أيام دخلت الفيسبوك فوجدت بنتا تحدثها بالحوار التالي مروة أهلا منار أهلا من أنت؟ مروة أنا مروة من مصر ثلاثون سنة ومتزوجة وأنت؟ منار تقول أنا منار من القاهرة ستة عشر سنة وآنسة ترد عليها مروة لقد كنت مثلك منذ فترة أضع صوري ولكني بعد أيام حدثت مصيبة لقد وجدت شابا يحدثني ويطلب مقابلتي وعندما وبخته قال لي إن لم تقابلينني سأضع كل صورك على المنتديات وسأفضحك ثم وجدته يرسل لها صورا عارية وكأنها حقيقية فردت عليها منار يا لها من كارثة عن إذنك لأحذف هذه الصور قبل أن يصيبني ما أصابك فردت مروة لقد تأخرت كثيرا متى سأقابلك إذن؟ وفجأة أرسل لها كل صورها وهي عارية لقد كان شابا وليست سيدة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولأن منار صغيرة ولا تعرف حسن التفكير قالت له سأقابلك وبالفعل ذهبت منار وقابلته ووجدته ذئبا على هيئة إنسان وطلب منها أن تصعد معه إلى شقته وللأسف ذهبت معه وهذه قصة حقيقية نشرت بإحدى الصحف المصرية وقد وجدت معه داخل الشقة شابين آخرين وبعدما نالوا منها ما أرادوا طلبت منهم صورها فقالوا لها أي صور ستظلين معنا هنا في خدمتنا ولأن خوف منار من أهلها كان أقوى من تفكيرها فقد خسرت شرفها وخافت العودة لأهلها وظلت مع هؤلاء الشباب الملعونين الذين تاجروا فيها وتحولت منار من مجرد فتاة فيسبوك إلى فتاة ليلة وكانت جريمة قوية ولكن الشباب حكموا فقط لأن منار كانت قاصرا ولكن الحقيقة أنها كانت مدركة خطورة ما فعلتها